في خطوة لتنصيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام تحديدا فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني نجح التحالف الذي يضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعي في مصر نجح في رسم سياسات عمل الجمعيات القبرى بشكل تشارقي تكاملي عام مضى من العطاء والتنمية المجتمعية منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم تتشينه فور إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني ليأتي كأول استجابة من المجتمع المدني بإجراء حوار مجتمعي موسع لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة التحالف الوطني الذي يعد أكبر مظلة للعمل الأهلي في مصر نجح خلال عامه الأول في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية والتي تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا كما نجح التحالف الذي يضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعي في مصر في رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي ودخول في مشروعات مشتركة مع التخطيط بشكل مسبق لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار التحالف الذي يعمل تحت مظلته 250 ألف متطوع تمكن من إنفاق 12 مليار جنيه خلال عشرة أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن كما تم مراجعة كافة ميزانية أعضائه من كافة الجهات الرقبية المنطبها الخدمات التي قدمها التحالف الوطني كانت ما بين مواد غذائية وصحية إذ تم دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية وتم استقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني التحالف قام أيضا بتوفير 39 ألفا وخمسمائة فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية كما قام بإطلاق مبادرة إزرع لدعم ملف زراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التحالف قام أيضا بإطلاق قوافل ستر وعفية والتي أصبحت أكبر حدثا اجتماعي جماهيري حاشد يتم تنفيذه في القرى المصرية التحالف الوطني يستكمل جهوده في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق مبادرة كتف فكتف في كافة محافظات الجمهورية بمشاركة متطوع التحالف وذلك استعدانا لاستقبال شهر رمضان المبارك والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر